موسيقى عامٌ على طوفان الأقصى دروسه لا تنتهي وفوائده لا يمكن أن تحصر وعبره كذلك أظن أن كل واحد منا سمع في قطب الجمعة وفي اللقاءات والتحليلات الإعلامية والسياسية والعسكرية الكثير الكثير أرغب في أن أصلت الضوء على حديث نبوي شريف أجده متصلا بهذا الحدث في سنن الإمام الترمذي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد هذا الحديث النبوي الشريف الذي هو أحد أحاديث مسابقة وكتيب علمني حبيبي صلى الله عليه وسلم الحدي عشر متصل أشد الاتصال بهذا الحدث إذا تأملنا وتفكرنا كيف يمكن لشعب قليل العدد محاصر قليل العدة أن يخرج عن الطوق وعن القيود ليواجه قوى عالمية توحدت تحت سن رمح الصهاينة المجرمين لولا أن الله وفقهم إلى هدي هذا الحديث النبوي عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد أيها المسلم أيتها المسلمة هل لازلت منفردا ليكون صاحبك الشيطان احذر أن تبقى وحدك ابحث عن من يمكن أن تضم جهدك إليه فإن الشيطان أبعد من الاثنين عن الواحد ومن الثلاثة عن الاثنين فكيف إذا كتلنا طاقاتنا وجهودنا في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وجمعنا ما تنوع وتشتت حتى نصير قوة قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا يقاتلونكم وقال ربنا سبحانه وتعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لا تبقى متفرجا وحدك ليكل لك جهد في خدمة الدين ونصرة إخوانك المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته